ورجعنا لكم مرة تانية ودعنا تمارا بس رح نرجع نشوفها طبعا الأحد الجاي وبدنا نرحب بضافتنا اليوم اللي معانا اللي هي لبناء عطية كيفك لبناء شو أخبارك؟ أنا كتير هيك متشوقة إنك جاي معانا حبيبتي وأنا أكتر بحامسة أنا مبدعة ودعما أشوف أدعاتها على انستغرام وفيسبوك قدش بتحط أشياء حلوة ولفت نظري كتير الأشياء اللي حاططيها للكريسمس هلأ فعشبتني ودايقتهم غراضها بتعمل انرجي بولز تعمل هيك كتير صراحة بحبهم يعني هيك إشي صحي ولما تكون صحي صراحة في صحي وفي ناس بحبوش صحي في ناس صحي مظبوط فمبسطت هيك وكتير مبسوطة إنك إنتي اليوم معانا حبيبتي رح نعمل اليوم معاها للبناء وصفة هي كرمبل الأعياد مكوناتها كتير كتير بسيطة وسهلة وممكن إنكم تعملوها بالبيت فنبدأ اش رأيك نحكي في المكونات نحكي في المكونات خليكم ممكن تحطونا المقدير رح نحتاج لكرمبل الأعياد أو كرمبل الكريسمس القاعدة أو الكرست أو العجينة رح نحتاج لألواح الحبوب المقرمشة اللي هي الجرانولا ورح نحتاج اللي هي فيها الشفان وعسل وكمان أصبع زبدة اللي هو ميت جرام وذابة ونص كوب سكر شعبان أما بالنسبة للحشوة نحتاج لتنين علبة جبنة كريمية علبة حليب محلة مكثف كوب كريمة مخفوقة معلقة صغيرة كبيرة فانيلا ونص معلقة صغيرة نكهة اللوز وسبرينكلز طيب لبناء والله المكونات سهلة صراحة مش اشي معقد يعني الجرانولا هلأ موجودة دائما حبيت طريقة كيف انت حاطة المكونات الصراحة حبيتها كثير طريقة حسنا بالمراتبين هم اه احسن احسنت هم عملتهم هاي هلأ الجرانولا هاي بدنا نحط معها الزبدة السايحة الزبدة السايحة وشوية سكر عشان ضلوا معطي الكرست 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 تكون فيها كرنشي اه صح مظبوط و بدك تخلطي هم بدك بول قلتلي طيب خلينا عطيكي بول هلأ مينويل هاي البولة انا ما فهمت عليها للبنة بتقولي بدي بول رح تلطلها صحين اه هاي ها رح نحطها هاي طب هاي هي الجرانولا وانتي طحنتيها شوي طبعا صح طحنت على البلندة طبعا بعيد هدول عشان نقدروا يشوفوا اوكي هاي بنحطهم والله كمية منيحة بتاخد هاي اللي فيها الشفان والعصل صح يس لبنة هلأ بتذكر لما مردوا قتل بول استبعونك قدش كان وزاكين بديك معلقة صغر اه جمدت شوي مش مشكلة وكمان الطقس لانه هلأ هاي معلقة صغيرة اه هاي من السكر هاي وصفة جديدة الصراحة اه حبيتها اش جديد كمان شو اسمه بديك ادوب لك ياها شوي بالميكرويف هاي بديك هلأ لقدر نعملها ابيض عشان كريسمس هلأ بتقدري تعمليها بالشوكولات شوكولات فناج اه زاكي والله طع تقدري اكتر من فلنج تنعمل صح بس هاي عشان الكريسمس بايبس هلا انا بحب لبنة انك انتي انتي ادائي لك بهذا الشغول مش زمان شوفي ستي انا اشتغلت بلاشت شغلي بشهر اثنين اه ها اوكي وفترتحت كورونا اه ما هي كورونا طلعت ابداعات الستات الصراحة لا اكتش لي قبل ما تبدأ كورونا بلاشت بشهر اثنين قبل ما تسبت عنا كورونا وصيت القصص هاي كلها اشتغلت شهر اه بعدين لما صارت قصص كورونا اه واقفت شوي عساس ان الواحد لا مش عارف بروكتوكول السيفتي والقصص اه مضبوط احنا بأولي الكورونا لانه كلياتنا كنا لسه مش عارفين اش هي كيف بنتقل كيف هذا فكلياتنا كنا متلبكين بالزبط بعدين صار الواحد شوي هيك اهدا وصار يمشي النظم اللي بتطلع انه اعملوا هيك بعده وقلبسوا الكمامة هاد والحمد الله هلا احتم بتسيطر على الاعداد ورجعت اه ورجعت ع شهر خمسة اه طب يلا حلو بس انا منصوطة منك بتوين اه الحذرة الهات اللي سار كنت عامل اشياء هك بس انا نزلها يعني اه 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 هلا اه احنا معانا وقت فخلينا مدام معانا وقت نشرح بالتفاصيل للمشاهدين كيف عملنا هلا انتي اش حطتت هون اه اعم بسيح لكيها هلا احنا هون هون حطيت الكريم تيز الجبن الكريمية حطيت العلبتين اه ها وهذا الحليب المحلى المركز اوكي يعني رح تاخد حلاوتها كلها من الحليب المحلى المركز اللي عنا مع الجبن الكريمية اوكي وعنا رح يكون الكريمة اللي انتي خافقتيها خافقتها هاي الكريمة اللي منشتريها كنساعلة بنخفقها تتصير هيك بس انا بدي فنجان يعني ميتين ملي يعني اه اه ميتين ملي هاي احطيتهم اكتر هلا نخفقها هلا بدك نخفقهم سوا يالله دقيقة هاي رح افطر هاي ونحط هيك ونخفقهم خفق خفيف هلا شوي بتكون خلصت الزبدة بس لانه انا مش ملاقية خليني اطول على الشوربة اللي عملناها اوه خلص صارت مستوية نيحة هاي رح اطفوها دول كيف شفتينا وحنا عمالنا بنعمل الشوربة انا وطمارة طمارة بنشهوين عليها من زمان كامل كيف زاكية اكتبه حبهات وطيبة صراحة بالشتة هلا كتير طيبة هلا رح نريف معلقة اكل بانيلا اوه 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 والاسنس تبع اللوز نكلة اللوز بس يعني نص معلقة صغيرة من نكلة اللوز يعني معناها احنا حطينا هلا الجبنة الكريمية وحطت عليها كريمة الخفاء وحطت عليهم الحليب المحلة المركز صح؟ صح ونكلة اللوز اوكي اوه اوه نرجع لك فوقها شو مقا هاتي اقللك الاشياء اللي مش رح نستعملهم احنا لسه المليح انه معانا وقت اوه الحمدلله هلا انا شفت معاك اللبنة بناتك هلا جايين وعمارهم بساعدوك لهيس اوه اوه هكي صار بكافي صح؟ افتحلك ليها اوه بقولي انا بدون الخفاءة بضيع بالبيت اوه اكترك ببادل خفاءة اوه حتى حاططتها عندي دايما على الوجه يعني كل يدخل عندي على المطبخ بقولولي دايما هاي الوجه بقولهم اوه لاني كثير بس تعمل هاي سباتي لبنة اوكي يعني في الصراحة سهلة اغراضها اجابة انت سبرينكلز كمان للاعياد اوه بقول كنت عمالي بحكي مع لبنة قبل ما يبدل قبل ما نطلع للا نخفاء نكمل شوية نحط بس هدول هلنك هاي نحط هدول هلنك لكي يعطو مع بعض اوه جواتها اوه اوكي وبعدين مندرش انطب طب يالله منيحا طيب هلا انا بعرف انه انت اوه بقول انبسطة انه شفت بناتك معاك جايين لبنة كيف بناتك بيدعمونك بيشجعوك ولا طبعا بيدعموني بيشجعوني ودائما مرات انا صراحة هيك بقول خلاص ما بديش بدي بها الشغل اصلا هم مشجعوني ابلش بالشغل يعني بس لا حلو انا بحس الصراحة حلو لان انا من الزمان بحب المطبخ عمري ما فكرت اعمل صراحة انه شغل بيتي يعني انه له هيك يعني بطبخ بعمل بعمل ولايوم بعمل كذا بس انه مش انه شغل شغل في بس يعني هاي دعوة منك لكل الستات اللي ببيوتهم اللي عندها واحدة عندها هيك موهبة بشغلة بتتقنها كتير انها خلاص تطلعها للناس يعني تشتغل فيها مية بالمية تعلمها صح؟ مية بالمية ولا واحدة تعقد عفكرة لانه القادة بتتعب وبتشغل المخ باشياء تانية فالمحل مظبوط صح فالواحد يشغل المخ باشي مفيد بالزبط فالتليست يكون برودكتف صح مظبوط يكون دائما الواحد هاد هلأ هاي الزبدة عندي دابت او رح نعملها ورح نطلع على فاصل لبناء اوكي هلأ لبناء هاي حطت الزبدة على الجرانولا اللي عندنا انا حطت الجارز كبار اه وخلينا نطلع على فاصل رح نطلع معاكم لفاصل صغير ونرد نرجاع تكون لبناء ان شاء الله هيك بدأنا نرتبها فخليكم معانا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا ولبناء لبناء عمالها بتعملكم اشي حلو هي عندها صفحة على فيسبوك اسمها انتي عارفي اسمها سيرف بايلولو سيرف بايلولو وفيسبوك على انستجرام فلبناء بتعمل اشياء زي هيك بتعمل كوكيز بتعمل اشياء للعيد البولز الأنرجي بولز ايس كريم كيك واتعمل ايس كريم كيك فهلأ هي اليوم خصتكم بوصفة كتير زاكية من عندها اللي هي كرمبل الأعياد او كرمبل الكريزماس فهي حطت هون الجرانولا حطت عليها زبدة زبدة وشوية زكرة رشيت القالب بالكوكينج سبري ها هلأ بنحطها القالب اللي عندك مربع ومش كتير كبير حجمه وبتقدروا تعملوا مدور اي قالب شيز كيك ما بتفرق يعني ما في اشي صعب عم بسلموا عليك كل متابعيننا وبرولوا لك نورتينا ثانكو ومنحبك مبدعة ومبدعة وابو عبد الرحمن بقولنا ولا احلى من هيك برنامج شكرا يا ابو عبد الرحمن طيب هلأ حطتي اول طبقة وكنت خافة هناك الكريمة مع الجبنة الكريمية مع الحليب المحلل مركز والاشي الحلو اللي حطت طلبنا انه حطت سبرينكلز بقلب الحشوة اللي محتوطة هناك عنا الصراحة حلوة فهلأ بتكبسيهم مظبوط بدح كورنهاي او اشي هلنا ما بدها بس كبسها كويس كتير يكون فلبنا بتدعيكم كلكم السبتات المبدعين اللي عندكم افكار اللي عندكم اشياء ممكن انكم تعملوها انه تنطلقوا ابدوا اعملوا ولو مشروع صغير بالبيت بتعبوا وقتكم وبتكونوا انتم منتجين وبكونوا كمان الصراحة بتكونوا مثال بكونوا واحد مثال لولاده ولبناته بالبيت وولا واحد تتقول اني انا كبرت وخلاص ومرأة الوقت اي وهي هاي ولا اي اشي لا كله دائما يعني قديل بكون انت عندك شعور سعيد لبناء لما بيجيكي مثلا اوردر وبتحسي حالك من قبل بيوم بديك تبدي تحضري له وبديك تبدي هذا لازم الواحد يستغل طاقته وقوته اللي عنده انه يطلع هيك باشي ونتج حلو السعادة مش عادية يا فكرة والسعادة الاكتر لما بتحسي انه الاشي اللي عملتيه الناس انبسطوا عليه صح مصبوط جاكي فيد باكي كتير حلو وهون بيضلوا هذا بيعطيكي انه لازم تكمليه صح هذا دافع دافع قوي شوفوا ما احلاها كيف هاي تشبه لكم ايش اسمها كون فتير في اشي هيك كاكين سيتش اسمها بحبوها الولاد الصغار اللي فيها السبرينكلز فهي السبرينكلز اللي حطتها لبناء عطتكم هذا المنظر شفوه ما احلا كيف طلع ملون بجمل طيب هلأ فيه اخلاص المناصير بتقول مساء الورد والياسمين على احلى وردة شيف هانيا نورتي المطبخ وماشاء الله على ضيفتك شكرا كتير اليك وغادا زعبلاوي بتقول يسلموا ايديك تشاف هانيا ولبناء مبدعة شكرا 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 ايها عمالة بتحط لبناء لطبقة ثانية اللي منها هلا رحيطلع معاكم اشي كتير ذاكي انا بدي اغششهم بدي اورجي المشاهدين كيف رح تطلع معاكم اه اه فرجي هام بدي اغششكم مش قادري هي رح تطلع معاكم هيك شكلها شوفوا قديش حلوة هيها يا فشوفتوا كيف طريقتها كتير سهلة وما بدها كتير مكونات ومكوناتها موجودة يعني سهل الواحد انه يلاقيها هلا حتيت كل الكريمة اللي اللي عملتها وهذا بنا نغطي بنفس الطبقة الكرست هاي انا عمالة بردتبلكم انا مش قادري يعني لا هيسمع مش قادري يمسك حالي انا شكلي جعبالي ادوء صار بدعت يا لبنان حبيبتي اليوم هيك ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم عملنا لكم فيها زي ما اتفقنا انا و تمارا انشربت البصل وعملنا الكيش وختمنا لكم اياها باسكة حلو من عند لبنان عطية ضيفتنا ضيفتنا الرائعة المبدعة انا بدي اقولكم انه انا و تمارا دقنا البولز هدولة الانرجي بولز بالفاصل بشاههو انجد بشاههو لبنان كتير كتير طيبين وشكرا لكل متابعينا اللي عم بظلوا يبعطوا لنا طول الوقت رسائل هاي جودي بتقول يعطيكم العافية مرش كمال من فوقها بدي احكيلكم هلا بس تخلاص هاي تغطى نايلون اها و بالفريزر بالفريزر بدها بالفريزر بدها يعني اقل اشي انتو كلما حطتوها ابرد اه بتكون اسكا هتكون زي تعطي ايس كريم اه زي الايس كريم اه بس تتجمدوا رجعوها بعدين عالتالاجة بصير تعطيكي زي الفلافي مارشميلوز اه 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 في عندكم بالشكلين اه بس قطليست ست ساعات يعني اللي نتيجة احسن طب خلاص منيح معناها وحطوها بالفريزر وطلعوها بتعطيكم الصراحة زاكي حتى ايس كريم انتي بتلفي انو احنا منحب الايس كريم اللي بلاحظنا حالنا كتير من ناكله بالشيطة اه اه طيب بدي اشكرك كتير لبنا على وجودك معنا بدعتي وبدنا كل اياتنا هيك ندعم الستات اللي بيطلعوا بافكار كتير حلوة بالبيت ويكونوا منتجين احسن ما نعود هيك وما علينا ولا اشي فبدينا نشكرك بدنا ناخد اسماء الرابحين شو رأيكم احنا في ناس الليوم شاركوا كتير معنا احنا بنا نشكركم كلكم اللي شاركتوا معنا ويدي اهنيكم على الجوائز اللي انتو فزتوا فيها معنا هلا بنا نشوف من اسماء الرابحين لانو باكج الكسيح رائع وفاز في فؤاد عجاج فؤاد مبروك لالك لانو باكج الكسيح رائع انا عندي زيهم بالبيت بكل استعماء كل اشي باستعملهم والرابحة التانية اللي من عند دكتور اللي هي إلهام جواهر اوه ضواهر ضواهر مبروك يا إلهام بحتي تقشير كربوني من عند دكتور رمزي العمري بدير مقلو رح تبسط فيها كتير الله يهنيكي طيب هلأ بدي ارجع اذكركم اليوم اش عملنا عملنا شربة البصل الفرنسية وعملنا كمان الكيش الفرنسي ولبناء عملت لكم كرمبل الاعياد ان شاء الله هيك تكون الوصفات كلياتها على زوقكم هاي بتشهي ومنشوفكم ان شاء الله يوم الاربع عجاج شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة